موسيقى السلام عليكم وعلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج العاشرة والذي سنناقش فيه الليلة مع ضيوفنا تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الشعيب التي تقول أن على لجنة الحوار الاجتماع من جديد في حال عدم حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة البرلمان ووصفه لاجتماع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بأنه خرق للاتفاق السياسي وأنه مؤشر على غياب الحكمة السياسية وفق تعبيره ونتساءل في عاشرة الليلة عن ماذا تعني تصريحات الشعيب بخصوص منح الثقة لحكومة الوفاق وتعديل الإعلان الدستوري وتشكيل المجلس الأعلى للدولة وكيف يمكن فهم رد فعل كوبلر زاء تصريحات الشعيب والتي دعت إلى تجاوز الخلافات وتعجيل تنفيذ الاتفاق السياسي ما مدى قدرة مجلس النواب على الاسجابة لهذه الدعوات بعقد جلسة يوم الخميس القادم وإصدار قرار بشأن منح الثقة وتعديل الإعلان الدستوري نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس عضو مجلس النواب علي التكالي وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس أحد الموقعين على الاتفاق السياسي بسقرات أشرف الشح وينضم معنا عبر الهاتف من طرابلس المحامي صلاح الدين طباق نرحب بكم جميعا وقبل أن نبدأ النقاش أدعوكم والسادة المشاهدين لمتابعة هذا التقرير مجلس النواب هو صاحب الحق في منح ثقة لحكومة الوفاق الوطني والوحيد المخول بإقرار السياسات العامة للدولة كانت هذه إحدى العبارات التي أدل بها النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد شعيب في مؤتمر صحفي عقد بمقر السفرة الليبية في العاصمة المصرية القاهرة شعيب دع المبعوث الأممي مارتين كوبلر لعقد جلسة حوار جديدة لحل المشكلة بين المجلس الرئاسي والبرلمان يوم الخميس القادم وتعديل الإعلان الدستوري بما يوفر تضمين وثيقة الاتفاق السياسي فيه معربا عن أمله في حل الأمور بالتعقل وبعيدا عن الانخسام وذلك في جلسة لا يتجاوز تاريخها الثامن عشر من أبريل الجاري وفيما يخص المجلس الأعلى للدولة اعتبر شعيب أن اجتماع هذا الجسم في الوقت الراهن يعد خرقا للاتفاق السياسي وفعلا يفتقد للحكمة السياسية بحسب تعبيره مشيرا إلى أن المادة السادسة عشرة من الاتفاق تنص على حضور مائة وخمسة وثلاثين عضوا في حين أن عدد الحاضرين لم يتجاوز ثمانين عضوا وفق قوله وردا على الأنباء المتداولة بشأن عقد كتلة الأربعة والتسعين بالمؤتمر اجتماعا في بنغازي سيعلن من خلاله عن تشكيل مجلس موازن للمجلس الأعلى للدولة دع شعيب الجميع إلى التعقل وعدم جر الشعب الليبي إلى مزيد من الانقسامات من جانبه رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر باللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب عقيل صالح بالنائبين الأول والثاني للبرلمان في القاهرة معتبرا أن هذا اللقاء من شأنه أن يساعد الأطراف على تجاوز خلافاتهم والدفع إلى الأمام بالعملية السياسية وتنفيذ الاتفاق السياسي إذن أبدأ معك سيدة كالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد شعيب يقول في مؤتمر صحفي أن مجلس النواب هو صاحب الحق في منح ثقة لحكومة الوفاق الوطني والوحيد المخول بإقرار سياسات العامة للدولة واعتماد الميزانية كيف تفهم هذه التصريحات مساء الخير عليكم على السادة المشاهدين وظيفك الكرام فيما يخص تصريح السيد الشعيب يوم أمس في القاهرة بعد اجتماع ضمه مع النائب الثاني ومع الرئيس للبرلمان السيد عقيل صالح أعتقد أن السيد الشعيب يفهم جيدا ما تحتويه وطيقة الاتفاق السياسي ويعرف جيدا كذلك أن من اقتصاص مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وكذلك السياسة العامة للدولة وكذلك التعديل الدستوري بتضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري طيب إذن في ضوء ذلك سيد الشح ما الجديد الذي حاول شعيب إصاله للجميع من خلال تصريحاته حول صلاحيات مجلس النواب بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة اليوم ما صرح به سيد الشعيب من القاهرة بعد اجتماعه الثلاثي متناقض مع مواقفه السابقة في أثناء جولات الحوار حتى الوصول إلى توقيعه الكل يعلم أن هذا الاتفاق واضح بحد ذاته ومواده تمت سياغتها بعد فترة طويلة من المفاوضات السياسية وبعد عدة مسودات تم التعديل فيها ما بين عضاء الحوار السياسي والتي كان سيد الشعيب رئيس لفريق البرلمان عندما يقول سيد محمد الشعيب أن البرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة هذا كلام صحيح وفقا للمادة الثالثة من الاتفاق السياسي ولكن هذه المادة تنص على أن البرلمان يجب أن يمنح الثقة خلال عشرة أيام من عرضها من قبل المجلس الرئاسي واليوم نحن تجاوزنا الشهرين ولم يمنح الثقة البرلمان بالطريقة المألوفة مما اضطر 101 عضو إلى التوقيع على قائمة يمنحون بها الثقة لهذه الحكومة وهذا ما اعتمده الحوار السياسي في اجتباعه يوم عشر مارس في تونس والذي حضره السيد الشعيب والذي نص أيضا هذا البيان لكل من يتذكر هذا البيان بسرعة مطالبة المجلس الأعلى للدولة بالانعقاد تبقى لمطالبة الحوار السياسي ومن ثم صدر بيان مجلس الأمن يوم الثالث عشر من مارس الماضي والذي يطالب بتنفيذ ما نص عليه بيان الحوار السياسي بالتالي اليوم هذه المواقف التي تتغير لدى سيد محمد الشعيم والتي أعتقد أن منبعها محاولة الاتفاق مع عاقيلة صالح لعقد جلسة في طبرق ومحاولة إكمال الإجراء الشكلي في التصويت وفي منح عضاء البرلمان الحق في تصويت على الحكومة والتي أعتقد أنه لا يستطيع 101 عضو التراجع عن توقعاتهم التي وقعوها في بيانهم المشهور طيب إذن سيد الطباق ما هي القراءة القانونية لما ورد في تصيحات السيد الشعيب لسيما جزئية تعديل الإعلان الدستوري وتضمين وثيقة الاتفاق السياسي فيه مثلا نور أستاذ آدم والتحية واجبة لكل المشاهدين الكرام والسادة الضيوف أحب أن أذكر بأن المادة 12 من الأحكام الإضافية قد ذكرت على الآتي نستمد كافة المؤسسات المنصوصة عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق بعد إقراره واعتماله كاملا وتوقيعه ودخوله حيث التنفيذ الأمر هنا أمام مجموعة كاملة من النصوص لا تستطيع البتة أن تأخذ جزئية وتغيرها أو تعدلها على حتب رؤاك ومواقفك السياسية لأن الأستاذ محمد شعيب مع كامل الإحترام هو ممثل لطرف في إطار هذه المسودة وليس هو بعيد عن الخلافات وتجاجبات ما بين الأطراف السياسية هو موثل لشريحة وممثل لقاطع وهو ممثل للمجلس النواب ومن ثم فأنا أقول أن كل هذه الأشهام التي تم التنفيذ عليها في الاتفاق السياسي تأخذ شرعيتها من هذا الاتفاق ويجب اعتماده كاملا دون ما تعديل ودون ما تأخير ودون ما أخذ ورد فيما يتعلق بمادة تمانية أو المادة غيرها وأضيف هنا نقطة الجميع يحاول أن يتغافل عنها وهو أن المادة 13 قد ذكرت بأن أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق يحال إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا إذن طالما قبلت الأطراف السياسية المنضوية في إطار مساودة السخيرات هذا الاتفاق فهنا قد تم قبوله وهذا القبول يجب عليهم إعمال المادة 13 في حالة وجود أي خلاف أما اللجوء إلى وسائل الأعلام وهذا الأمر المتعلق بالتأجيج وغيره فهو خدمة لصالح طاقف على حساب أطراف أخرى منه الوصول إلى مكاسب لربما لم يتحصل عليها من خلال نصوص وابحة في المسودة فيرغب الآن التجاوز عنها أو إلغاءها أو ما شابه طيب إذن سيدة تكالي يعني شعيب دعا لعقد جلسة حوار جديدة لحل المشكلة بين المجلس الرئاسي والبرلمان يوم الخميس القادم هل يعني ذلك صعوبة حسم البرلمان لمسألة منحة ثقة للحكومة؟ اسمح لي سيدة في البداية أن أرد على السيد أشرف الشح فيما قاله حول تأخر البرلمان في القيام باستحقاقاته فيما يخص منحة ثقة وكذلك التعديل الدستوري اللازم أعتقد أن هذا لا يسمح ولا يمكن أن يكون سببا لتجاوز مجلس الدولة لاختصاصاته واتخاذ إجراء للتعديل الدستوري من طرف واحد أعتقد ما يقام به مجلس الدولة هو عبارة عن خلط للأوراق وشد الأمور إلى الخلف وهذا قد يسبب أزمة سياسية جديدة في البلد قد تضر بالاتفاق السياسي بأكمله أما فيما خص الجلسة أمس التي حصلت في القاهرة ما بين السيد شعيب وباقي مجلس الرئاسة للبرلمان قد تم نقاش عدة نقاط منها منحة ثقة وكذلك التعديل الدستوري أعتقد أن السادة مجلس الرئاسة للبرلمان قد منحه عدة أيام لأعظام السنواب بالتوجهة إلى طبرق من جميع الأطراف لزيادة مناقشة هذين البندين للوصول إلى أقرب نقطة للتوافق ما بين الأطراف المختلفة داخل البرلمان وبإذن الله خلال أيام سنصل إلى قاعدة مشتركة ما بين كل النواب للبد في هذين الاستحققين التي يجب أن يتم الحسمهما خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله طيب سيد ذكالي سيد طباق تحدث عن وجود مادة في المواد المضافة للاتفاق مدى 13 لاتفاق السياسي يتحدث فيه عن أو أكد سيد طباق لأن أي نزاع يحال أي نزاع يحصل في تفسير هذه المواد مواد الاتفاق السياسي يجب أن يحال إلى لجنة برئاسة مستشاب قانوني دون الرجوع كما أشار إلى وسائل إعلام لتحدث حول هذه النزاعات كيف ما رأيك في هذه النقطة كما أسلفت عندما يتأخر أي جسم من الإرسام الثلاثة التي شكلت بموجب الاتفاق السياسي لما تتأخر على أداء الاستحقاقات اللازمة من حيالها يجب أن تقوم الأطراف الأخرى بالتجاوز وأخذ صلاحيات الجسم الآخر يجب التوجه إلى لجنة الحوار دعوت لجنة الحوار للعقاد ودراسة الأمر من خلال لجنة الحوار وللوصول إلى حل هذه القضية لكن أن يقوم مجلس الدولة بقيامه باتخاذ إجراء بالتعديل الدستوري ونحن نعلم أن الجسم التشريعي هو من سيقوم بالتعديل الدستوري أعتقد هذا التصرف غير صحيح كما أن لابد أن نشير إلى أن المجلس الدولة قد تصرع في عقد جلسة رسمية واتخاذ قرات مهمة قبل أن يتم استعدادات كاملة لهذا الموضوع يجب أن المفوضية العليا للانتخابات يجب أن تقدم أسماء منهم الأشخاص الذين يجب أن يكونوا في مجلس الدولة نحن نلاحظ هذه الأيام أن هناك أطراف أخرى من عضاء موطن وطني تحاول أن تعقد جلسة أخرى في مدينة بنغازي وبالتالي نشاهد من بداية العمل السياسية بعد الحوار السياسي هناك انقسام واضح في مجلس الدولة قد نواجه في الأيام القادمة هناك مجلسي دولة واحد في طرابة والآخر في بنغازي وأعتقد هذا لا يخدم المصلحة العامة للدولة الليبية سنأتي إلى تفصيل هذه الجزئية في سياق الحلقة سيدة التكالي ولكن سيدة الشاح هل الأمم المتحدة ستكون مستعدة لعقد جولة حوار جديدة لرأب الصدع بين البجس الرئاسي والبرلمان وحسب مسألة منح الثقة من عدمها في البداية دعني أوضح نقاط مهمة الحقيقة تضح لي من كلام الأستاذ التكالي إما عدم الفهم أو القراءة الجيد لاتفاق السياسي ومراحل تطوره من قام بالتعديل الدستوري هو المؤتمر الوطني العام في أخر جلسة له التي عقدها قبل أن يتحول إلى مجلس الدولة وهذا احتراما للاتفاق السياسي بالنسبة لأحقية التعديل الدستوري المادة الخامسة والستين نصت صراحة بأنه يتم تعديل الإعلان الدستوري وفق الإجراءات القانونية المعمول بها وهذا النص الحقيقة تطور من المسودة الثالثة عندما صدرت المسودة الثالثة في شهر أبريل من 2015 كان نص المادة 59 منها يقول أنه يقوم بالتعديل الدستوري مجلس النواب ولكن تم التفاوض في هذه النقطة لعدة معطيات قانونية حيث أن التعديل الدستوري المطلوب بين الجسمين الذين كان يتنازعا شرعية أنهما جسمين تشريعيين أحدهما بناء على الاعتراف الدولي به والثاني بناء على حكم المحكمة أو الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فبالتالي تم التوافق على أن يقوم هذين الجسمين بتعديل دستوري ينص عليه تفصيلا كملحق في هذا الاتفاق قبل البدأ في تنفيذه لأن هذين الجسمين سيستمد شرعيتهما من هذا الاتفاق بالتالي احتراما لهذه النصوص واحتراما لإرادة المشرع هناك مبدأ عام ينص على أن عند الاختلاف في تفسير النص يرجع إلى أين اتجهت إرادة المشرع وإرادة المشرع تتضح من تطور هذه النصوص في مراحل سياغتها وهذا موجود من خلال المسودات المختلفة أنت معنا المختصين أو المتابعين في تطور هذه النصوص لعلم أن هذا النص تغير من أحقية جسم واحد إلى الجسمين وهذا لإغلاق الباب أمام أي طعون بذلك يكون مقام به المؤتمر الوطني العام في أخر جلسة له بنصاب صحيح وهو 95 عضوا طبقا لتوقعات الحضور والذي يتطلب ثلثي عدد الفعل للأعضاء والذي يصل إلى 134 عضوا أي أن ثلثي الأعضاء هم 90 بالتالي ما قام به المؤتمر الوطني العام في أخر جلسة له هو خدمة للبرلمان لأنه أغلق الأبواب أمام الطعون لا أعلم لماذا إثارت هذه الضجة ولم يكن المؤتمر في جلسته النهائية ليخرق هذا الاتفاق بل بالعكس نفذ الاتفاق كما نصت عليه مواده ويمكن لأي معترض أن يدفع بذلك أمام القضاء إن كان هناك شك وإنما يستعمل هذا استعمالا سياسيا بغرض أن هذه الأجسام بدأت في العمل فعلا وبدأت تنفذ الاتفاق والبرلمان لم يستطع عقد جلسة لمدة شهرين فهذا شأن يرجع للبرلمان طيب إذن هل يعني ذلك سيد الشح وهو المجلس الرئاسي أتى لطرابلس نعم هل يعني ذلك سيد الشح أنه استوفى أو المجلس الأعلى للدولة استوفى باجتماعه جميع شروط شروطه ليكون صحيحا وينسجم والاتفاق السياسي استوفى الشروط بالحرف الواحد وأنا أؤكد هنا أن المادة الأولى من الملحق رقم ثلاثة لأي شخص يريد تشويج أو يريد اختلاق الأزمات السياسية أن يرجع للمادة الأولى من الملحق رقم ثلاثة والتي تنص على من هم أعضاء هذا المجلس المادة الأولى من الملحق ثلاثة نصت على أن عدد أعضاء مجلس الأعلى للدولة هم 145 عضوا من الذين تم انتخابهم في 2012 وقسم هذه العضوية على نقطتين النقطة الأولى هي 134 عضوا من الأعضاء صحيحي العضوية في المؤتمر الوطني العام يوم توقيع الاتفاق أي أن الإخوة الذين يريدون عقد اجتماع في بنغازي وهم مستقلين من شهر فبراير 2014 ليسوا صحيحي العضوية يوم توقيع الاتفاق وهو 17 من ديسمبر 2015 بالإضافة إلى ذلك وضعت النقطة الأولى من الملحق رقم ثلاثة نصا مهما وهو أن توفي رئاسة المؤتمر بقائمة أعضاء الصحيحي العضوية يوم توقيع الاتفاق وهذا ما قام به النائب الثاني لرئيس المؤتمر سيد صالح المخزوم بأنه أعلن قائمة بها 134 عضوا صحيحي العضوية تبقى للاتفاق السياسي هناك 11 عضوا من الأعضاء الذين ستضيفهم المفوضية تم مخاطبة المفوضية وعندما ترسل المفوضية هذه الأسماس ينضمونها للمجلس بالتالي المجلس الأعلى للدولة تبقى للاتفاق السياسي قام بالإجراءات الصحيحة والتي حثته على ذلك بيان الحوار السياسي الذي انعقد بتونس يوم 10 مارس الماضي طيب إذن دعنا نرى الرأي القانوني في هذه النقطة يعني سيد طباق يعني الشعيب صرح بأن المادة السادسة 10 من الاتفاق السياسي تنص على حضور 135 عضوا في حين أن عدد الحاضرين للجلسة الأولى للمجلس الأعلى للدولة لم يتجاوز 80 عضوا بحسب سيد الشعيب في تصيحاته هل في هذه النقطة أي تجاوز قانوني برأيك بداية أحب أن نوضح بالنسبة لنا أننا نحن نضع المعيار القانوني سعيدا عن التجاببات السياسية لكل طرف لأنها كل منهما يحاول أن يقدم فقرة على حساب فقرة أخرى ويتغافلوا عن كامل هذا المشروع برمته وأقول أن ما ذكره الأستاذ أشرف الشح يصادف صحيح القانون وصحيح المنطق لا فيما يتعلق بمثل التعديل الدستوري والسرطات المادة 65 لأن المادة 65 أتت مجهلة لم تضع الاختصاص لأحد بعينه والقول بأن مجلس الدولة هو الذي قام بالتعديل الدستوري هو تلبيس على الناس وهذا عيب من قام بالتعديل الدستوري هو المؤتمر الوطني في آخر جلسة له ثم انحل وهذا كما ذكر الأستاذ أشرف الهدف منه والغاية طفل الباب على كل من يرغب في الطعن على هذه المسودة بأنها بعدم دستوريتها أو بالطعن على التعديل الدستوري لاحقا إذا ما قام به مجلس النواب لوحده لأن كما ذكرت سابقا وأنا أتكلم من ناحية قانونية صرفة أن هذه الأجسام يعني مجلس النواب ليكن واضحا لدى المشاهد الكريم أن مدته الزمنية قد انقضت بمسألتين المسألة الأولى هي الحكم الدائرة الدستورية نقطة وأيضا بمضي المدة وهذا باهر في صلب ومثل الاتفاق السياسي وأيضا الأمر كذلك ينعكس على المؤتمر الوطني ومن ثم نتيجة لأن هذا الاتفاق هو ناشئ لهذه الأجسام فلا يستطيع البعض الإدعاء بأنه يحوز الحجية والآخر لا يحوزها وإلا لما جلس واتفق على كل هذه التفاصيل أما فيما يتعلق بالجلسة الأولى فالجلسة الأولى صحيحة وأقول أيضا أن الفحصي العضوية هم في تاريخ الإنعقاد يعني حتى توقيع هذا الاتفاق اللي هو تم في أكتوبر 2015 لا يصح القول لا يصح القول بأن هناك أعضاء للمؤتمر الوطني يمكن لهم أن يجتمعوا في مكان ما هذا هو العبد وأن فريقا سياسيا يحاول توضيف هذه المسألة هي خارج نسق القانون بالمطلق أيضا مسألة أخرى لها علاقة بأن هناك مسألة قانونية يرددها مختصي قانون بأن من له مصلحة في الدفع بعدم صحة الجلسة الأولى ليس أحد أطراف النزاع السياسي وإنما أعضاء مجلس الدولة ممن يعتقد ويرى بأنه كان في مقدوره إذا ما حضر هذا الاجتماع أن يحوز على سدة الرئاسة أو عضوية الرئاسة أو أن يكون مقريرا ومن ثم لا يصح لا يصح التحجج بهذه النقاط التفصيلية التي لم تمنح لطرف سياسي أو لغير أعضاء المجلس الدولة بأن يطالب بها غيرهم ومن ثم نقطة من أول سطر هذا الضجيج كله الهدف منه غاية واحدة أن المؤتمر الوطني قد قبلت تعديل الدستوري كاملاً دون ما تحفظ في حين أن مجلس النواب قد تحفظ على مادة ورغب في إجراء تعديل على أخرى وهنا بيت القصيد في هذه الضجيج وضحت الفكرة سيد طباق دعني أذهب لسيد التكالي سيد التكالي ما هو رأيك فيما تحدث عنه الآن سيد طباق بأن الجلسة جلسة المجلس الأعلى للدولة صحيحة في حين اعتبر شعيب أن اجتماع المجلس الأعلى للدولة في الوقت الراهن يعد خرقاً للاتفاق السياسي ويفتقد للحكمة السياسية يعني ما هو وجه الخلاف هنا إذا ما كانت النظر القانونية حيث اعتبرت أو بحسب سيد طباق بأن الجلسة صحيحة أعتقد سيدي أن النظر القانونية للموضوع أعتقد تختلف من شخص إلى آخر وأعتقد كل طرف من أطراف الحوار له رأيه القانوني في هذا الموضوع لا يمكن أن تعقد جلسة لمجلس الدولة قبل أن نعرف أسماء كل أعضاء مجلس الدولة من المفوضية العليا انتخابات يقول السيد أشرف الشح أن هناك أكثر من 80 عضو من أعضاء مؤتمر وطني قد حضروا هذه الجلسة وأن هناك 11 نائباً ننتظر أن تصلنا أسماءهم ليلتحقوا كيف يجتمع مجلس الدولة ويأخذ قرات وتعيير رئيس وأعضاء ونواب لهذا الرئيس دون تكامل عدد الأعضاء بالكامل لأن هؤلاء 11 نائباً قد هضم حقهم بهذه الطريقة لعل أحدهم يقدم لرئاسة مجلس الدولة وأحد النواب وبالتالي أعتقد أن ما قام به المؤتمر والمتمثل حالياً في مجلس الدولة أعتقد أنه قفص على المراعل وأعتقد أنه خلط للأوراق والحوار السياسي من بدايته كان قائماً على الوصول إلى توافق ما بين كل الأطراف يعني الحكمة من التوافق يجب أن يكون كل الأجسام التلاث يحدث فيها توافق لاتخاذ كل القرارات وكل الصلاحيات أن تنفذ بطريقة توافقية ما بين كل الأعضاء سيد الشح إذن كيف يمكن تجاوز المطب القانوني وجعل الإعلان الدستوري منسجماً والاتفاق السياسي أستاذ آزم سيدك ليدفعني لقراءة النص على المشاهد الكريم لكي يفهم أي متابع أو أي مشاهد لنا الآن ماذا يقول النص لاجتهاد مع صراحة النص المدى الأولى من الملحق رقم ثلاثة تقول بالنص يتكون مجلس الدولة من 145 عضواً منتخباً بانتخاب المؤتمر الوطني العام بتاريخ 7 يوليو 2012 على النحو التالي واحد عدد 134 عضواً وعضوة هم أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحي العضوية حتى توقيع هذا الاتفاق على أن تتولى رئاسة المؤتمر الوطني العام تقديم قائمة بأسماء هؤلاء الأعضاء أي أن هؤلاء الأعضاء لا تقدمهم المفوضية بل تقدمهم رئاسة المؤتمر وهذا ما قام به السيد صالح المخصوم النائب الثاني لرئاسة المؤتمر تنفيذاً لنص الاتفاق السياسي أما الفقرة الثانية من هذه المادة تقول عدد 11 عضواً وعضوة يتم استكمالهم استناداً إلى قوائم انتخاب المؤتمر الوطني العام يوم 7 يوليو 2012 على أن يقوم المؤتمر الوطني العام بمخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن ذلك مع مراعاة التمثيل العادل للدوائر أي أن ما يجب على المؤتمر ورئاسته هو مجرد مخاطبة المفوضية ويقع على المفوضية إرسال الأسماء أي أن المجلس الأعلى للدولة لا يوقف جلسته انتظار الرد لأن النص صريح يقول المخاطبة بالتالي انعقاد المجلس الأعلى للدولة ومعرفة أعضائه واضح من خلال النص ولا يستلزم انتظار المفوضية هذا فقط للتوضيح وأرجو من أعضاء مجلس النواب الموقرين أن يقرأوا هذا الاتفاق أمضينا فيه عاما ونصف وحاولنا بكل المقييس أن نصل إلى توافق وعندما وقعناه فرح الليبيون وانتظروا خيرا بالتالي أعتقد أن تجاهل هذه النصوص وعدم تطبيقها ومحاولة الالتفاف عليها لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يخدم الاستقرار المنشود وما ينشده المواطنين الليبيين طيب سيد طباق إذن ما هي برأيك التعديلات التي يجب إدخالها على الإعلان الدستوري هو عفوا النص واضح في هذا الباب أن كل هذه المسودة التي تم قبولها من قبل الطرفين كلا الطرفين قد قبل بهذه المسودة كاملة مع الأخذ في الاعتبار أن مجلس نواب قال بأنه تحفظ على المادة 8 وهذا لا يجوز أنا أتكلم بقانونية حرفية ولا أن تمي أو أدفع باتجاه تيار بعينه إنما نتكلم من ناحية موضوعية قانونية أن هذا الاتفاق سياسي وحتى يصار إلى أن يدخل في الجسم القانوني الليبي يجب أن يتم إجراء تعديل دستوري هذا التعديل الدستوري فقط هو اعتماد لهذه القواعد لأنه قد تم الاتفاق عليها وقد أجريت عليها التعديلات والتنقحات طوال سنة ونصف أو سنة وليف ومن تم لا سبيل إلا إلى صدور تعديل دستوري بعدما تم إقراره لأن مجلس النواب قد أقره وأيضا المؤتمر الوطني قد أقره وعلى هذا أقره واعتمده يعني هنا في مسألة أن مجلس النواب قد أقره واعتمده ولم يوقع عليه في جلسة ظاهرة بإجراء التعديل الدستوري وهذا ما يفترض فيه أن يقوم به على وجه الاستعجال مع التوضيح وهنا أنبه إلى أن من يجلس في مجلس النواب حتى يقر هذا التعديل أن يلاحظ بأن الموعيد الزمنية أو التواريخ الزمنية المدرزة به قد تأخرت فيطلب منهم إجراء تصحيح لهذه التواريخ من حيث مدتها بمعنى عندما تنص المادة الثالثة من الأحكام الإضافية في القواعد الأساسية على أنه ينعقد في مجلس الدولة مثلا على سبيل الميتال في غضون عسرة أيام فيتم تعديل التاريخ على تاريخ الإقرار والتعديل الدستوري الذي سيجريه مجلس النواب حتى يصار إلى تصحيح لإشكاليات قائمة مثل التي تمس الهيئة التأسيسية لسياغة مشروع الدستور لأن الهيئة التأسيسية لسياغة مشروع الدستور قد حدد لها زمن يوم 24 مارس وهذا الزمن قد انقضى ومن تم حتى يتم تجاوز هذا الفراغ الدستوري وهذا الأشكال يجب عليهم عندما يتم إجراء التعديل الدستوري أن يقوموا كمجلس نواب بتصحيحات التواريخ أفق المدد التي تم الاتفاق عليها دون ما إجراء تعديل من عندياتهم يعني لا يصح لهم من طرف واحد أن يقوموا بإجراء أي تعديل منفرد يجب الاقتداء والتنفيذ على أن الفقرات والبنود والمواد التي أدرجت في الاتفاق السياسي هي ملزمات للجميع لا يجود لطرف بعيني الخروج عنها أو تعديلها أو أدفاع معنا يخصه نعم نعم يجب عليه أن يحترم الآلية المنصوصة عليها وهو دعوة دعوة لجمة التفسير المنصوصة عليها في الاتفاق برئاسة مستشهر من المحكمة العليا وعضوية عضوين من كل فريق أن يجتمع وينها وضحت وضحت هذه الفكرة سيد طباق سيدة تكالي أكد كوبلر في بيان للبعثة الأمامية في ليبيا أن اللقاء في القاهرة بين عقلة ونائبيه من شأنه أن يساعد الأطراف على تجاوز خلافاتهم والدفع إلى الأمام بالعمارية السياسية إلى أي مدى يعني ترى سيدة تكالي أن هذا يعتبر أو يعتبر هذا اللقاء ترجم لذلك نعم أعتقد أن اللقاء الذي حصل في القاهرة قد قرب وجهات النظر إلى حد بعيد وأن الحوار الذي حصل في خلال هذا الاجتماع قد وحد رؤى حيال بعض المواضيع التي يجب أن يقوم بها مجلس النواب خلال الأيام القادمة هناك بعض النقاط التي ذكرها سيدة شعيب أن هناك التزمات يجب أن يقوم بها خلال من الاعتبار من يوم أمس يجب أن تتم اتخاذ الإجراء فيها قبل يوم 18 أبريل هناك موضوع منح التقل للحكومة والتعديل الدستوري دعوة لجنة الحوار الاجتماع للنظر في خرق مجلس الدولة دعوة مجلس الرئاسي للحضور لتبرق لإجراء بعض المشاورات مع مجلس النواب إذن نحن أمام تقارب في وجهة النظر هناك جلسات تشاورية ستبدأ من يوم غد إلى يوم 18 إبريل حيث متوقع أن تكون هناك جلسة لقيام مجلس النواب بكامل استحققاته بعد استكمال كل المشاورات ما بين أعضاء مجلس النواب في الطرفين طيب إذن سيد الشح هذا الترحيب من قبل المبعوث الأممي حول مسألة اللقاء بين نائبي مجلس النواب ورئيسه دون التطرق لمسألة التحفظات من جانب مجلس النواب على اجتماع المجلس الأعلى للدولة إلى ماذا تشير برأيك تشير إلى أن التحفظات التي أبداها سيد الشعيب هي جزء من تقريب وجهات النظر بينه وبين سيد عقيلة أي أنهم يحاولون تحميل مسؤولية عدم تمكنهم من الإجراء الاستحقاقات اللازمة على الأطراف الأخرى مع أنه واضح لدى كل المراقبين الدوليين الحقيقة بأنه لا يوجد أي خرق وما تم خلال اليومين الماضيين هو من صحيح الاتفاق السياسي وأيضا الدعوة لإدعقاد الحوار السياسي بناء على خرق ليس له تبرير وهذا ما تشاور عليه أغلب أعضاء الحوار السياسي خلال هذين اليومين اليوم المطلوب الحقيقة من مجلس النواب دون تحميل أي طرف مسئولية أن يلتزم بمسئولياته وتنفيذ الاتفاق السياسي كما نص عليه لأن محاولة تحميل المسئولية للأطراف الأخرى دون القيام بما نص عليه الاتفاق السياسي يضعنا أمام منزلق خطير اليوم المجلس الرئاسي يعمل في طرابلس مجلس الدولة غدا سوف يعقد الجلسة الثانية والتي سوف ينظر فيها للايحاته الداخلية أي أن الأجسام بدأت فعلا باتخاذ كافة الخطوات لتطبيق الاتفاق السياسي المطلوب الآن من مجلس النواب أن يلتزم بما نص عليه الاتفاق السياسي بمنحة ثقة أو تصويت على الحكومة مع أن 101 عضو وقعوا على ورقة وأبدو إرادتهم الحرة في تلك البيان المشهور أعتقد عليهم حلحلة المشاكل البينية بينهم وعدم تحميل أي مسؤوليات لجهات أخرى لم تخترق أو لم تخرق الاتفاق السياسي ولم تعتدي على الصلاحيات المنصوص عليها بشكل تفصيلي في هذا الاتفاق أعتقد أن اليوم الأنظار متجهة إلى سيد الشح هل سنشهد جلسة للجنة الحوار فيما يخص ما سمى سيد الشعيب بالخرق من قبل جلسة مجلس الأعلى للدولة الحقيقة حتى هذه اللحظة لم تصل أي دعوة بالنسبة لعقد جلسة للجنة الحوار وعندما تصل للدعوة مسببة سوف يتم الرد عليها من قبل أطراف الحوار السياسي ليبي لأن مجرد اتهام طرف بخرق دون إيجاد الدليل لا يمكن أن نضيع الوقت في عقد جلسات ولا نلتزم بتطبيق الاتفاق من قبل الأجسام التي لم تلتزم به حتى الآن طيب سيد طباق يعني إلى أي مدى يؤثر هذا الخلاف بين مجلسا وداخليا على سير تطبيق توصيات الاتفاق السياسي هنا مؤشر حقيقي على أساس أن رغم طول المدة التي انقضت في إطار المناقشات والتعديلات والتضمينات إلى أن إلا أن إرادة الأطراف جميعها لم تتعد عن رغبة الجدال والاستحوات يعني العنوان الرئيسي الذي أرى في ليبيا هو الإقصاء ورغبة في الاستحواذ على السلطة من طرف واحد دون محاولة لإشراك الآخرين وهنا أعيد إلى أن تجربة وهذا الكلام قد ذكره ممثل الأمين العام للأمم المتحدة سيد طارق متري بأن في شهر ستة الفين واربعطاش كان يمكن تجنيب البلاد كل الويلات والمآس التي لحقتها جراء على الطرف السياسي وقد سمى هذا الطرف السياسي إذن ونحن الآن بعد هذا الجدال وهذا النقاش والتفاصيل الطويلة العريضة فيما يتعلق بالاتفاق السياسي يجب التفكير من منطلق أن هذا الوطن الكل فيه شركاء ومن حق الجميع ومن حق الجميع كيفما كان لونهم وتفكيرهم ورؤاهم أن يكون شركاء في مسار العمل السياسي دون ما إقصى هذه الرؤية التي أراها الآن هي مقلقة ومن يزعم بأنه تيار ديمقراطي تيار مدني على قطيع مع الدين عليه بداية أن يحترم قواعد المسار المدني الديمقراطي ليس فقط أن تكره الدين فيعني ذلك أن تكون ديمقراطيا أن تكون ديمقراطيا أن تكون تشاركيا أن تكون مدنيا أن تسمع للطرف الآخر أن تمكنه من حقوقه كاملة دون استقواء دون استقواء بالسلاح ولا بالترهيب ولا بالأقصاء الفكري والإرهابي وغيره ومن تم فيدعوى صادقا للجميع أن الأمور لا تحتمل في ليبيا والكل قد ظهر وهنا هذه منصة لأطلق هذا الكل قد ظهر بأن لديه مريدين من جهة ولديه حلفاء إقليميين من جهة واللعب الدولي قد ظهر لنا جميعا بأن كل ومن يشايع ومن يدافع عنه ومن تم التحجج بأنه له الشرعية لوحده هو مسألة فيها نظر على جميع أن يحترم بدقة المسار التياتي الذي تم التنفيس عليه في مسود السخرات وإلا لم التحق به مبتدعا إذا ما كان هناك نقاش على أساس أن فلان أو علان هم من بقايا المؤتمر الوطني وأنا أكره هذا الجسم وما كان يجب عليهم أن يتصبر أو غيره ووسط الفكرة سيد طباق حتى نشرك الجميع أكثر في هذا النقاش أذهب الآن لسيدة الكالي سيدة الكالي هل وضعتم خارط الطريق داخلية وصقفا زمنيا لإعلان قراركم نهائي بشأن منح ثقة من عدمها وتعديل لإعلان الدستوري أعتقد أن هذا الأسبوع خلال هذا الأسبوع سيتم النقاش داخل مجلس النواب في جلسات تشاورية للوصول إلى أكبر قدر من التوافق هي للمواضيع المطروعة ومن تم ستحدد جلسة رسمية مكتملة النصاب لاتخاذ القرارات اللازمة واستكمال الاستحقاقات اللازمة على مجلس النواب أنا صراحة أود أن أشير إلى موضوع أشار عليه السادة وهو أن مجلس النواب يتمنى الحقيقة أن يفتح صفحة جديدة مع كل الأطراف ونصل بليبيا إلى بر الأمان وعدم الرجوع إلى الخلف وعدم الشد إلى الوراء أعتقد أعتقد أن مجلس النواب كان يتمنى أن يرى عضاء مجلس الوطني يراهم بعقلية جديدة برؤية جديدة للدولة الليبية دون محاولة خلط الأوراق ومحاولة شد الاتفاق السياسي إلى الوراء نأمل أن نشتغل في اتجاه واحد لأن جميعا صراحة نتمنى أن نرى ليبيا بشكل جديد من جميع الأطراف الوطيقة السياسية أو الاتفاق السياسي حدد مهام كل طرف من أطراف التي نتجت سواء كان الحكومة أو برلمان أو المجلس الدولة لكل اختصاصاته ليس هناك أي لبس في هذا الموضوع ونتمنى أن كل جسم من هذه الأسام يلتزم بحدوده ويعرف اختصاصاته ويقوم بها سيدة التكالي واقعيا الآن سيدة التكالي واقعيا الآن ما الذي يمنع مجلس النواب من عقد جلسة لمنح الثقة لحكومة التوافق وتعديل الإعلان الدستوري إذا ما كان الجميع رهانه الوطن هناك بعض الخلافات الحاصلة حاليا ما بين الأعضاء الدعمين لحكومة الوفاق وأعضاء الآخرين الغير موافقين على هذه الحكومة لكل طرف له أسبابه التي نحترمها هذه الاجتماعات التشورية قد تؤسس إلى وجود قاعدة مشتركة لكل الأعضاء للوصول إلى اتفاق ما بينهم يرضي جميع الأطراف وبالتالي سنصل إلى اتخاذ القرار اللازم من داخل قبة البرلمان بطريقة ديمقراطية صحيحة دون اعتراض أي طرف طيب سيد الشح هل ترى فعلا أن مجلس النواب سيذهب باتجاه حلحلة الخلاف القائم حول حكومة الوثاق 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 هذا ما نتمناه الحقيقة ولكن أعيد وأكرر بأن الروح الإيجابية ورغبة الخروج من هذه الأزمة الحقيقة دفعت بعضاء المؤتمر الوطني السابقين بأخذ الخطوات الإيجابية وتطبيق الاتفاق دون استفزاز الحقيقة أنا لا أفهم حتى الآن سبب استثارة بعض أعضاء مجلس النواب من الخطوات الإيجابية التي قام بها المؤتمر في جلسته النهائية هناك جسم قد عقد جلسة وأنهى حياته السياسية وطبق الاتفاق بتحوله إلى جسم آخر بأقل صلاحيات فهذا خدمة للأطراف الأخرى في هذا الاتفاق بالتالي لم أفهم حتى الآن سبب استثارة السادة المحترمون من مجلس النواب من هذه الإجراءات الطبيعية جدا والتي تلتزم بنصوص الاتفاق كما قرأناه اليوم الحقيقة المطلوب من السادة المحترمون في مجلس النواب أن يلتزموا بنصوص الاتفاق وأن يقوموا بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منهم طبقا لما نص عليه بيان الحوار السياسي الذي صدر في عشر مارس الماضي أن الخطوات القادمة خلال الأيام القادمة حتى من مجلس الدولة في جلساته القادمة سوف يعبر عن رغبته في التعاون كما نص على ذلك الاتفاق ولا يرغب في تجاوز الصلاحيات المنصوصة عليها صراحة وتفصيلا بالتالي الالتزام بكافة الصلاحيات المنصوصة عليها دون تجاوز أو اعتداء على صلاحيات الأجساب الأخرى طيب سيد طباق هل هناك حلول قانونية لتجاوز هذه الخلافات في تطبيق بنود الاتفاق السياسي لتبعث الحال هناك وضوح في هذا الباب لأن من أعد هذا الاتفاق كان في ظنه أنه سيحدث نزاع قانوني سواء عند تفسير هذا الاتفاق أو عند تطبيق هذا الاتفاق فأعد فسمى لجنة أو سمى هيكلا هو في إطار لجنة برئاسة المستشار من المحكمة العليا ترشحه جمعيتها العمومية وعضوية فردين من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة تختاره أو تختارهما جهتهما ويتخذ أو تأخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها إذن هذه الآلية أنا أستغرب من كل من يرى بأن هناك إشكال ما سواء تعلق بالتفسير أو التطبيق لا يرجع إلى هذه المادة وقد تم إقرار الاتفاق السياسي من قبل كل الجسمين بل أن المؤتمر الوطني قد اعتمده وقعه وأجر التعديل الدستوري فالأمر محسوم ومنتهي طيب إذن انقطع الاتصال مع سيد طباق على أن نواصل معه الاتصال إذن سيد التكالي يعني هل ترى أن مجلس النواب وأنت عضو في هذا المجلس بإمكانه الاستجابة لهذه الدعوات بعقد جلسة يوم الخميس لحسم مسألة الحكومة وتعديل الإعلان الدستوري يعني هل هناك القدرة على تجاوز هذا الخلاف من قبل مجلس النواب وعدم إضاعة الوقت نعم أعتقد ذلك من خلال التشهر من خلال البحث عن إيجاد قاعدة مشتركة ما بين كل النواب البحث عن توافق وحياة كل المواضيع أعتقد بالإمكان الوصول إلى اتفاق ما بين النواب واتخاذ تقارات اللازمة حياة كل استحقاقات التي يتوجب على مجلس النواب القيام بها نحن حقيقة لا نريد أن نتسرع ونريد أن نخرج بتوافق ما بين أعضاء مجلس النواب لا نريد أن يتعرض مجلس النواب إلى الانقسام نريد أن هذا الجسم أن يستمر خلال الفترة القادمة ليقوم بكل المهام التي وكل بها من خلال الاتفاق السياسي وأعتقد أن الوصول إلى الاتفاق أعتقد ليس ببعيد طيب سيد الشح بعثة الأمم المتحدة التي رحبت اليوم بلقاء عقل صالح ونيبي في القاهرة وكانت البعثة قد لوحت قبل ثلاثة أيام بتهميش البرلمان إذا ما تأخر في منح ثقة للحكومة كيف تقرأ هذا المعطى هو الحقيقة كلنا نرحب بتقريب شهة النظر بين السادة في مجلس النواب لكي ينفذوا الاتفاق ولكي يلتزموا بما تم الاتفاق عليه لا نرغب في أن يكون هناك خلاف بينهم ولكن كل ذلك في إطار ما نص عليه الاتفاق السياسي لا نتمنى أن نرى توافقا بين أعضاء مجلس النواب فيه تعدي على الاتفاق السياسي كما رأيناه في مسألة اعتماد الاتفاق وحد في المادة الثامنة على سبيل المثال أي أن هذا الاتفاق يجب أن يؤخذ أو يجب أن يتم الموافقة عليه برمته ولا يمكن التعامل معه بانتقائية المادة 66 من الاتفاق السياسي تلزم كل الأطراف بأن هذا الاتفاق وملاحقه وأحكامه الإضافية له نفس الحجية والقيمة القانونية بالتالي نتمنى على سادة أعضاء مجلس النواب لأنه جسم مهم في تنفيذ هذا الاتفاق وقيادة المرحلة في المرحلة الانتقالية الثالثة نتمنى منهم أن يتوافقوا بشكل لا يتم التعدي فيه على نصوص هذا الاتفاق طيب إذن سيد طباق يعني في حال عدم وصول مجلس النواب لعقد جلسة يوم الخميس القادم وإصدار قرار بشأن منح ثقة وتعديل الإعلان الدستورية ما الإجراءات القانونية التي يجب أن تتبع هنا هنا أعود إلى بيان المئة وواحد عضوا والذي أوضح فيه رغبة واتجاه الأغلبية من أعضاء مجلس النواب بعيدا عن رئاسته إلى قبول هذا الاتفاق السياسي فيمكن لهذه الأغلبية أن تنعقد في أي مكان أنا هنا أقول من منبركم بأن التحجج باللائحة الداخلية لمجلس النواب هو تحجج معدوم لماذا؟ لأن مخرجات فبراير ومن كان في متابعا لمخرجات فبراير يعي بدقة ما أقول قد تم التنصيص في مخرجات فبراير على أن ينشر المجلس النواب لائحةها الداخلية في الجريدة الرسمية وهذا لم يحدث فإذن طالما النص الدستوري قد انتهك مسبقا بعدم النشر الذي تم إلزامه فلا تحجج للقول بأن النصاب يتطلب مئة وتلاتون أو مئة وعشرون أو لنحو ذلك إذن للأغلبية التي عبرت سراحة عن إرادتها الحرة أن تنعقد كما انعقد المجلس في طبرق على خلال النص الدستوري أن يكون في بنغازي يعني انعقد المجلس في طبرق ولم يكن هناك نص دستوري يغطي هذه المسألة إذن ميل فريق شياسي على حساب القانون وعلى حساب المسار الديمقراطي والتحجج بأنه يناطر الرأي وغيره هو تحجج ضعيف محكوم عليه بالسوابق التي قام بها وضحت الفكرة وشكرا جزيلا لك ونأسف على المقاطعة سيد طبق وبهذا مشاهدنا نصل إلى ختام العاشرة نشكر ضيوفنا كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية كل من من طرابل السعود مجلس النوى بعريئة كالي وأيضا حد المواقعين على الاتفاق السياسي السيد أشرف الشح وعبر الهاتف من طرابل سائل محامي صلاح الدين طبق شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة